الحكومة حيث أعلنت مختلف أجهزة الدولة حالة الطوارئ استعداداً لأجهزة عيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات في كل من وزارات الداخلية، الأوقاف، التامية المحلية، الصحة، النقل وشكلت كل وزارة غرفة عمليات لمتابعة الموقف فيما تفتح الحدائق والمتنزهات والمزارات السياحية والأثرية أبوابها أمام المصريين لاستقبال الأسر خلال أيام العيد التقرير التالي يرصد صورة استعداد أجهزة الدولة لاحتفالات المصريين بأعيد الفطر قبل ساعات على أول أيام عيد الفطر أعلنت حالة الطوارئ في جميع أجهزة الدولة استعداداً لتوفير كافة متطلبات المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد فوزارة الأوقاف استعدت بتخصيص نحو أربعة آلاف ساحة لأداء صلاة العيد كما حذرت من التعرض للسياسة في خطبة العيد أو استغلال الساحات في أغراض سياسية وتم تشكيل لجنة من قيادات الوزارة لمتابعة مدى الالتزام بتلك التعليمات وعلى الصعيد الأمني أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بجميع قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية استعداداً لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر عبر انتشار وحدات التدخل السريع في الشوارع وتكثيف التواجد الأمني في المتنزهات والحضائق على الطرق بالإضافة إلى ساحة صلاة العيد إلى جانب نشر وحدة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة الميادين الهامة والمتنزهات لمكافحة تحرش الذي يظهر بقوة في الأعيد مدريات التموين في المحافظات المختلفة انتهت من وضع كافة الإجراءات لتوفير السلع في الأسواق وخاصة الخبز وسط ونات الغاز باعتبارها سلعاً حيوية خلال عيد الفطر إضافة لشني حملة للتأكدين من صلاحية المعروضات السلعية للاستهلاك الآدمي بالتعاون مع مدريتي الطب البيطري والصحة اللواء عادل لبيب وزير تنمية المحلية كلف المحافظين بتشكيل فرق صيونة سريعة لسرعة إصلاح أي تعطال تتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء خلال العيد رفعت مستشفيات وزارة الصحة من درجة استعدادها لاستقبال أي حالة طريقة وخاصة حالة تسمم من الأسماك المملحة بالإضافة لنشر نحو 2800 سيارة إصعاف على مستوى الجمهورية لسرعة نقل المصابين وزارة النقل استعدت للعيد باستمرار الزيادة في ساعة عمل القطارات ومحطات المترو التي تسري حالياً في رمضان كما ألغت الحضائق العامة جميع الإجازات للعملين بها استعداداً لاستقبال ملايين المحتفلين بعيد الفطر ترجمة نانسي قنقر